أولا هل تلاحظ أستاذ قاسم من ما تتذكره من تجارب العلاقة الأمريكية بلبنان أن هذه المرة هناك شيء جديد أن واشنطن فعلا مهتمة بالشأن اللبناني لمصالح أمريكية طبعا لكن هذا الاهتمام يوجب على اللبنانيين وعلى الطبقة السياسية اللبنانية التموضع بالشكل الآخر التدخل الأمريكي بالشؤون اللبنانية قديم ويمكن أبرز حدث حصل عام 1958 عندما نزلت قوات المارينز على الشواطئ اللبنانية وساهمت في قمع الثورة التي كانت ضد الرئيس كاميل شمعون مما أدى إلى إنهاء الحرب أنذاك والتدخل الثاني الأهم كان عام 1982 كذلك عندما وصلت قوات المارينز إلى بيروت لكنها انسحبت بسبب التفجيرات التي طالت هذه القوات والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى بين صفوف المارينز ثم حصل تدخل غير عسكري سياسي إبان ما يسمى صورة الأرض عام 2005 من خلال متابعة الشأن اللبناني بشكل يومي ومحاولة تغيير الوضع اللبناني وكان هناك كذلك توقع أمريكي من أن يؤدي حرب تموز 2006 إلى نشوق ما يسمى شرق أوصل جديد اليوم هناك تدخل أمريكي لكن ليس مباشر بالمعنى العسكري أو بالمعنى الحضور اليومي بيان السفارة الأمريكية كان علامة فارقة في المواقف الأمريكية حاول الأمريكيون التدخل في تشكيل حكومة لبنانية ومنع دخول حزب الله الحكومة لكنهم لم ينجحوا اليوم الأمريكيون يحاولون إبقاء التوازن في الوضع اللبناني لكي تبقى القوى التي لها علاقة بالأمريكيين محفوظة وأن لا تؤدي الوضع لتراجع دورها كما كان هناك يتخوف تتحدث عن بيان السفارة أولا بالنسبة لكم كمراقبين هل هذا البيان يعني يعتبر نفصلي أو بالصدفة وخصصا أنه ما عرفناه بعد ذلك أن مدولات الصلح كما ذكرت في المقدمة التي جارت في قصر بعبدة لم تكن تحتاج إلى هذا البيان فبالتالي أنا هناك إعلان أمريكي جديد كيف تقرؤون ذلك؟ البيان كان مميز بلهجته وباهتمامه بشأن داخل لبناني تفصيله لكن المعلومات في بيروت تشير أن الأمريكيين لم يقتصر تدخلهم على البيان كان هناك سلثة اتصالات جرت مع مسؤولين لبنانيين بأنه ينبغي وقف العمل من أجل محاصرة الأستاذ وليد جنبلاط والوصول إلى حل يحفظ وليد جنبلاط هذه بعض المعلومات كما أن البعض يربط ما بين بيان السفر الأمريكية والجهود المتواصلة كانت للضغط على لبنان بالشأن المالي والاقتصادي والتي أدت إلى الإسراع بحل المسألة أنه كان هناك تخوف في لبنان من أن يؤدي بقاء الأزمة إلى حصول أزمة مالية واقتصادية كبيرة في ظل انتظار لبنان لما يسمى التصنيف المؤسسات الدولية لشأن لبناني أتى البيان ليكون يعني العلامة المميزة طبعا كان هناك جهود تبذل داخليا للوصول إلى حلول لكن من الواضح أن التدخل الأمريكي لعب دورا بشكل غير مباشر بالإسراع للوصول إلى حل السياسة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر